لو طلب منك العد ثنائيات أو ثلاثيات كيف يمكن أن تعد ذلك؟ ثم ما الهدف من هذا العد؟ هذا ما سنعرفه في درس المضاعفات المشتركة فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد سنأخذ في طياتي هذا الدرس المضاعفات المشتركة ولكن تعلمنا في السابق ما يسمى بالقواسم والمضاعفات ثم أخذنا القواسم المشتركة وهنا نحن الآن نتعلم المضاعفات المشتركة ثم ماذا تعني كلمة المشتركة؟ وما هو رمز المضاعفات المشتركة؟ ننطلق سويا لو طلب من خالد أن يعد قفسيا اثنينيات بمعنى اثنان أربعة ستة ثمانية إلى آخره ثم طلب من آخر اسمه أحمد أن يعد قفزيا ثلاثيات بمعنى ثلاثة ستة تسعة إلى آخره السؤال يقول ما المضاعفات المشتركة للعددين؟ اثنان وثلاثة بمعنى ما هي الأرقام المشتركة بين اثنان وأربعة وستة وثمانية إلى آخره وكذلك ثلاثيات ثلاثة وستة ومضاعفات الثلاثة نشاهد الاثنان لا يوجد الأربعة كذلك لكن الستة نجدها هنا كذلك الثمنطعشر نجدها هنا إذن نستنتج من ذلك والأثنى عشر كذلك موجودة أن المضاعفات المشتركة للعددين اثنان وثلاثة هي ستة واثنى عشر وثمنطعش ما هو المضاعف المشترك الأصغر للعددين اثنين وثلاثة الأصغر من هذه الثلاثة المشتركة هو العدد ستة لنأخذ هذا التعريف أن المضاعف المشترك هو العدد الذي يكون مضاعفا لعددين أو أكثر في هذا المثال اكتب مضاعفات العددين اثنان وستة لتجد أول مضاعفين مشتركين أعزائي الطلاب والطالبات نريد منكم أن نجد المضاعفات للعددين اثنان في البداية ثم ستة ننطلق سويا في الحل هذه مضاعفات الاثنين هي اثنان أربعة ستة ثمانية عشرة إلى آخره ثم مضاعفات العدد ستة ستة اثنى عشر ثمنتعشر اربعة وعشرين ثلاثين ستة وثلاثين بإمكانك أن تكتب ست مضاعفات سبع مضاعفات حتى تستطيع أن تجد المضاعفات المشتركة الآن نريد أن نحدد ما هي المضاعفات المشتركة بين مضاعفات العدد اثنين ومضاعفات العدد ستة ماذا تلاحظون رقم ستة مشترك كذلك رقم اثنى عشر مشترك إذن نستنتج أن أول مضاعفين مشتركين للعدد اثنان وستة هو ستة واثنى عشر لنأخذ مثالا آخر اكتب مضاعفات العدد خمسة وستة والعدد عشرة لتجد أول مضاعف مشترك كما تعلمنا نكتب مضاعفات الخمسة ثم مضاعفات الستة ثم مضاعفات العشرة مضاعفات أي نعد قفزيا خمسة نعد خمسة ثم عشرة ثم خمسة عشرة إلى آخره ستة مضاعفات العدد ستة أن نضيف العدد ستة في كل خطوة ستة اثنى عشر ثمنتعشر اربع عشر ثلاثين إلى آخره مضاعفات العدد عشرة أي بمعنى أن نضيف العدد عشرة في كل مرة الآن نجد أن الرقم ثلاثين هو المتكرر وهو المشترك والمتشابه في مضاعفات الأعداد خمسة وستة وعشرة نجد أنه أول مضاعف مشترك للثلاث الأعداد ننتقل الآن إلى اختصار لمضاعف مشترك أصغر لنجد أن ميم ميم ألف هي اختصار لمضاعف مشترك الأصغر أخذنا اختصار لها بثلاثة أحرف وهو أصغر المضاعفات المشتركة لمجموعة من الأعداد لنأخذ أمثلة باستخدام هذا الاختصار يقول السؤال أوجد ميم ميم ألف للعددين خمسة وستة ماذا تعني ميم ألف أحسنتم جميعا إنها مضاعفات مشترك أصغر لنبدأ بحساب مضاعفات الخمسة كما نشاهد نعد خمسة ثم نضيف خمسة في كل مرة خمسة عشر خمسة عشر عشرين خمسة وعشرين إلى آخره ثم نوجد مضاعفات المشترك ستة أي نقفز ستة خطوات ونضيف ستة أعداد على الرقم الذي يليه لو لاحظنا هنا ما هو المضاعف المشترك أو ما هو العدد الذي يشترك بين مضاعفات الخمسة ومضاعفات الستة لو وجدنا أنه الرقم ثلاثين إذن نستنتج أن ميم ميم ألف للعددين خمسة وستة هو الرقم ثلاثين ناخذ مثالا آخر أوجد ميم ميم ألف للأعداد إثنان وخمسة وعشرة بمعنى نوجد مضاعفات الاثنان ومضاعفات الخمسة ومضاعفات العشرة ها هي مضاعفات الاثنان وكذلك الخمسة وهي مضاعفات العشرة الآن نريد أن نوجد ما هو الرقم المشترك بين هذه الأرقام ثم ما هو الرقم الأصغر من بين هذه الأرقام المشتركة نجد أن الرقم عشرة هو المضاعف المشترك الأصغر أحسنتم جميعا ثم نكتب ميم ميم ألف بمعنى مضاعف مشترك أصغر للأعداد خمسة واثنان وعشرة هو الرقم عشرة أهلا وسهلا بكم مع عزائنا المشاهدين تعلمنا سويا في هذا الدرس المضاعفات المشتركة ثم أخذنا كيف يمكن إيجاد المضاعف المشترك الأصغر وكذلك تعلمنا اختصار لكلمة مضاعف مشترك أصغر بالرمز ميم ميم ألف ولكن وردنا تساؤل هذا التساؤل يقول ما الفرق بين المضاعف المشتركة الأصغر والقواسم المشتركة والجواب أن القواسم تعني الأعداد التي تقسم الرقم ثم يختصر للقواسم المشتركة الأكبر بالرمز قاف ميم ألف بينما المضاعف المشترك الأصغر بالرمز ميم ميم ألف أعزان المشاهدين نصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس استودعكم الله في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر